خلينا نبدأ معاكي من الأول يا نانسي وانتي مفروض دلوقتي بنتكلم عن الكنوي ممكن نعرف برضو سيدة المشاهدين ايه الكنوي ده في البداية؟ تمام هو الكنوي كان هو والتحاد التجديف نفس الاتحاد يعني هو والتجديف في نفس الاتحاد هي لعبة شبه التجديف شوية بعد كده الاتحاد انفصلوا هما الاثنين عن بعضها في 2011 فبقى الكنوي منفصل عن التجديف كل واحد فيهم اتحاد قايم بذاته الكنوي تحت منه 11 لعبة مختلفة طبعا عندنا فيه الكنوي بولو وفيه الاسيو بي او الستيند اب بادلينج وفيه عندنا الكاياك وفيه عندنا الدراجون بوت عندنا تصنيفات مختلفة كتير الكنوي بيختلف عن التجديف ان كل واحد فيهم لعبة منفصلة بمراكب منفصلة ترماما مراكب مختلفة ستايل المراكب مختلف ستايل مأديف مختلف حتى طريقة القدفة نفسها مختلفة لان التجديف اللعب يقدف بظهره الكاياك اللعب يقدف بوشه اللعبتين مختلفتين تماما فيش ما بينهم ما نقدرش نقارن نقول مبين حتى المراكب في اطولها في اوزانها في اي حاجة والكنوي اصلا في منه حاجة بولو وسبرينت برد فيه عندنا الكانوي بولو الكانوي بولو بيبقى قريب شوية للوتور بولو عبارة عن خمس مراكب ضد خمس مراكب في بول مساحته بتبقى من 23 متر ل 35 متر بيبقى فيه عبارة عن عندنا طبعا هاف تايم ومطشين مطش بيبقى حوالي عشر دقيق والانتيرفيز او هاف تايم بيبقى ثلاث دقيق اقل وقت بيبقى دقيقة ويبتدي كل فرقة تحاول ان هي تحدف الكورة وتجيب جون ويتم بعد كده احتساب الاهداف اشتركوا في القناة